أصعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج آية وأثر أكدنا طوال هذه السلسلة البرامجية على أن فرعون موسى المذكور في القرآن الكريم هو نفسه الملك المصري رمسيس الثاني أشهر ملوك مصر على الإطلاق لكن هذا الكلام لم يعجب نوعين من الناس النوع الأول خصوم القرآن الذين يعتقدون أن القرآن عبارة عن كتاب من تأليف محمد والنوع الثاني أولئك الذين يروجون لنظرية مصر ليست مصر وقصة بني إسرائيل وقعت في مكان آخر خارج مصر خارج مصر المعروفة ومن ثم فإن فرعون المذكور في القرآن هو شخص آخر لا علاقة له بملوك مصر هكذا يقولون أصحاب هذه النظرية ومن أشهر ممثلي هذه الفئة الأخيرة الدكتور العراقي فاضل الربيعي أو الربيعي صاحب نظرية بنو إسرائيل عاشوا في اليمن كان من أدلة الدكتور فاضل كان من أدلته على أن فرعون موسى ليس مصريا بل يمنيا بل فرعون يمني كان من أدلته أن فرعون موسى في القرآن قد ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى ثم قال أن ملوك مصر لم يكونوا يدعون الألوهية والربوبية إذن فرعون موسى ليس مصريا ولابد أنه يمني بهذه الحجة لأن ملوك مصر كما قال وكما سمعته أنا شخصيا في إحدى حلقاته ملوك مصر لم يكونوا يدعون الألوهية والربوبية وفي الحقيقة قد فاجأني هذا القول من الدكتور فاضل لماذا؟ لعلمي أن عددا كبيرا من مؤرخي الحضارة المصرية القديمة قد ذكروا وأكدوا أولا وجود تأليه رمسيس الثاني لنفسه أكدوا هذه الحقيقة أن رمسيس الثاني الفرعون المصري المعروف الذي وجد في القرن 13 قبل الميلاد هذا الملك ألها نفسه؟ هذه معلومة أكدها العديد من المؤرخين الذين درسوا تاريخ هذا الرجل بل وأكدوا وجود ظاهرة تأليه الملوك في مصر لأنفسهم مصر القديمة كثير ملوك أن له أنفسهم لدي الآن ما لا يقل عن أربعة مراجع متخصصة في الحضارة المصرية القديمة وفي عصر رمسيس الثاني تحديدا كلها تؤكد أنه قد رفع نفسه على مراحل إلى مستوى الإله يعني كان يرقي نفسه مثل ما يرقى والضباط في الجيش في الجيش تتركى في الضابطية إلى أن تصل إلى أعلى رتبة يعني مثلا رتبة فريق مثلا فرمسيس الثاني أيضا ثبت من التاريخ الفرعوني ومن النقوش الفرعوني أنه كان كل مرحلة يرقي نفسه لمستوى أرفع إليكم هذا النص المقتبس من موسوعة مصر القديمة موسوعة مصر القديمة وهذه الموسوعة لسليم حسن هي أشهر مرجع لتاريخ مصر الفرعونية كما قلت كتبها الدكتور عمدة المؤرخين المصريين سليم حسن أشهر عالم مصري في تاريخ مصر تاريخ مصر القديمة يعني يقول هذا الرجل في المجلد السادس يقول ما يأتي يقول من أجل ذلك دعا رعام سيس رجال بلاطه دعاهم يعني رجال البلاط رجال بلاط الحكم يعني ودعا عظماء الموظفين من كل صنف دعاهم إلى القصر فجاءوا إليه وخروا ساجدين كالعادة احنا كلنا كانت التحية في مصر السجود للملك وأخذوا في إطرائه وفي تمجيده حتى رفعوه إلى منزلة أعظم من منزلة الآلهة أنفسهم هكذا قال سليم حسن ثم قال وهكذا حكم الفرعون المنحدر من صلب الآلهة فكان يعد نفسه إلها هذا كلام سليم حسن كان رمسيس الثاني يعد نفسه إلها ونقل سليم حسن في موضع آخر كلام رمسيس الثاني نقل كلام رمسيس الثاني في أحد النقوش وهو يخاطب القارئ يعني قارئ النقوش كائلا هذا الآن كلام رمسيس بيكلم اللي حيقرأ النقش بكله تأمل لقد كنت رعح فوق الناس رعح هو الإله الأعظم عنده كنت رعح فوق الناس يعني كنت إلها فوق الناس كنت الإله رعح إله الشمس ما الذي يقصده رمسيس بهذا الكلام؟ نتابع قلنا في حلقة ماضية أن رمسيس الثاني قد ربط نفسه ربط نفسه بالإله رعح إله الشمس كيث كيتشن وهو عالم مصريات متخصص مشهور وتحديدا متخصص في رمسيس الثاني هذا فرعون موسى قال في كتابه رمسيس الثاني فرعون المجد والانتصار هذا عنوانه الكتاب قال إن رمسيس كان يتصور نفسه تجسيد الإله رعح إله الشمس طبعا حدث هذا بالتدريج كما يقول كيث كيتشن في البداية قال إن الإله رعح هو الذي أوجده هكذا قال رمسيس الثاني في البداية الإله رعح هو الذي خلقه يعني مخلوق الإله رعح تمام بعد عدد من الانتصارات اللي حقكها قال إنه محبوب رعح أضاف إضافة يعني تركية جديدة محبوب رعح المفضل المفضل عند رعح هذه مرحلة ثانية هذا لكب ثاني يعني في مرحلة ثالثة قال إنه قد أصبح تجسيدا للإله رعح وفي هذه المرحلة كما أعتقد شخصيا أصبح يطلق عليه اسم فرعاو في المرحلة الثالثة والأخيرة وصار لقبا شائعا أي تجسيد الإله رعح وهي كلمة كما قلنا مكونا من ثلاثة مقاطع فا وتعني عظمة أو جلالة رعح وتعني الإله رعح وكلمة أون المقطع الثالث أي الشمس ومدينة أون يعني مدينة الشمس وهو اسم مدينة الإله رعح التي يعني انحدر منها أو انحدرت منها أسرة ترامسيس الثاني كما رجح البعض وصار يطلق عليه من بداية هذه المرحلة كما قلنا اسم فرعاو واللافت اللافت أن عبارة أنا ربكم الأعلى تحمل في طياتها معلومة أخرى تنطبق أيضا على المجتمع المصري آنذاك فهي تعني هذه العبارة في القرآن أنا ربكم الأعلى تعني في المجتمع المصري أنه ليس الرب الوحيد أنا ربكم الأعلى ما الذي تعني؟ كلمة الأعلى هنا يسمى وصف مقيد مخصص معناها هناك أكثر من رب ليس الرب الوحيد وإنما الرب الأعلى ومن المعلوم لدى الجميع يعني جميع الدارسي دارسي المصريات أن المصريين القدماء قد عرفوا مئات الآلهة ووضعوها في مراتب في آلهة أعلى من آلهة وكانوا يتوجهون لبعضها بالعبادة والقرابين هذا معنى الأعلى يعني مش إله وحيد وهذا ما حدث مع رمسيس الثاني أيضاً يعني المؤرخ كذكتشن الذي رجعنا له كثيراً كان يتحدث عن هامان نائب آخر لرمسيس اسمه أيوني تكريباً هامان كان وزير لفرعون كما سيتمعنا فيما بعد وهذا كذكتشن كان يتحدث عن هامان وعن هذا الوزير الآخر آيوني فقال وفي مقر نيابته الجديد يعني هذا النائب الذي شرع من مأنة هامان يعني من مأنة هو هامان شرع في إنشائه قام آيوني بعكس اتجاه المعبد من الجنوب إلى الشمال حيث مدينة رمسيس الجديدة وجهه القبلة دلالة على ماذا؟ دلالة على أنه هو أصبح المعبود الجديد أي أنه هذا النائب نائب رمسيس نائب فرعون وجه القبلة إلى حيث يسكن رمسيس ثم قال صاحبنا كيث كيتشين وفي منطقة عكشة أو عكشة المجاورة للشلال الثاني يعني في جنوب مصر كانت تصميمات المعبد المعبد الجديد يعني كانت تصميماته جاهزة وشرع هذا النائب في بناء السور الخارجي منذ عهد سيتي الأول سيتي الأول اللي هو والد رمسيس أبوه وبعد استكمال المعبد كرس هذا المعبد لعبادة رمسيس الثاني نفسه إذن فقد كان تأليه الملوك معروفا في التاريخ المصري القديم ورمسيس نفسه ثبت أنه كان مؤلها ومعبودا وأشهر من ادعى الربوبيا منهم هو رمسيس الثاني بوصفه أعظم ملوك مصر القديمة كما كان يرى نفسه وكما تدل النقوش أيضا ويذكر الدكتور سليم حسن أن والد رمسيس نفسه ليوسيتي الأول والده كان مؤلها في معبده الذي بناه يمكن بناه في الشلال وطبعا هذا الشبل من ذاك الأسد كما يقول المثل وبكيت يعني مسألة أو معلومة هو أنه كان الملك المصري إذا عمر طويلا في السلطة تجاوز مثلا أربعين سنة أو خمسين سنة يؤله نفسه كان هذه القاعدة أو هذا هو القانون في الحضارة المصرية القديمة لكن كان أشهر المؤلهين من ملوك مصر هو فرعون موسى هذا الاعتبارات كثيرة ربما يعني ورد معنا بعضها في الماضي وسيرد معنا في حلقات أخرى البعض الآخر وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ونلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله اشتركوا في القناة